اهلا بكم من جديد هل تهديدات زعيم الميليشيا باستهداف بنوك وموانئ ومطارات المملكة العربية السعودية افزعت الرياض وجعلها ترضخ لمطالب الميليشيا اخبار تتحدث مشاهدين عن اتخاذ مجلس القيادة الرئاسي ليل الخميس الماضي قررا غير معلم بتعليق قرار البنك المركزي اليمني بشأن سحب ترخيص البنوك الستة حتى شهر اغسطس القادم هذا القرار جاء باجماع كل اعضاء مجلس القيادة الرئاسي استجابة لضغوط سعودية وصفت بالشديدة مشيرة الى ان مجلس القيادة امتنع عن نشر القرار تجنبا لرد فعل الشارع واشرة المصادر ايضا الى ان تعليق القرار تم على الرغم من رفض محافظة البنك المركزي احمد غالب التجاوب مع هذه الضغوطات قبل ان يتم الاتفاق على تعليق القرار مؤقتا فما الثمن الذي سوف تدفعه الرياض جراء الرضوخها الكامل الحثيث اذا اناقش ذلك بمعية ضيفي الذي هو باقي معي سيد ياسين التبيمي الكاتب المحلل السياسي المعروف نرحب بك مجددا وايضا ينضم معنا عبر ميتة سيد مارب الورد الكاتب والصحفي المعروف مساء الخير سيد مارب مساء النور والعافية تحية لك والساد ياسين التميمي والسادة المشاهدين تحية لك قبل ان نبدأ بالنقاش مشاهدين وضيفي دعونا نذهب لمتابعة هذا التقرير ونعود تبدو علاقة السعودية والسلطة الشرعية ومكوناتها في اسوأ احوالها اذ باتت الشرعية مجردة من التأثير والصلاحيات والقرار اسوأ من اي وقت مضاه هذا ما بدى واضحا في تحول استجابة السعودية للتهديدات الحوثية ومن ثم ترجمت الرياض هذه الاستجابة بممارسة ضغوط كبيرة على مجلس القيادة لثنيه على التراجع عن القرارات التي اتخذتها ادارة البنك المركزي اليمنية في عدن لم تعلن الشرعية رسميا عن التراجع لكن السفير السعودي لدى اليمن محمد الجابر ذهب مسرعا ببشارته للحوثيين وابلغ القيادية الحوثية المدعو علي قاشة بانه تم التراجع عن قرارات البنك المركزي بعد التهديدات المتغطرسة التي اطلقها عبد الملك الحوثي للصعودية ولا يوجد اي تفسير لهذا الرضوخ السعودي للحوثيين ودون اي اعتبار للشعب اليمني والسلطة الشرعية والحلفاء الرياض التي ابدت استعدادا كبيرا للتخلي عنهم مقابل كسب ود الحوثيين وتفادي تهديداتهم لها المبعوث الاممي وبعد موت مهمته طوال العامين الماضيين احتاجت اليه الرياض مجددا ودفعته لمطالبة الشرعية بالتراجع عن قراراتها ودعا في رسالته الى اجتماع طارئ بين الشرعية والحوثي لمناقشة الوضع الاقتصادي الراهن وتداعياته على ما وصفه بالوضع المعيشي رد مجلس القيادة كان مفتوحا على احتمالية التراجع عن حزمة القرارات في حال تم الاستجابة لجملة من الشروط على رأسها استئناف عملية تصدير النفط ما يعني ان قرارات البنك المركزي ليست نهائية وقطعية ولا رجعت عنها بل هي ورقة ضغط ومناورة لاجبار الحفظي على تقديم اي قدر مهما تضاءل من التنازلات على ان مجلس القيادة ومكوناته ابدوا رضوخا واستسلاما كاملا للصعودية رغم مخاطر التراجع وتداعياتها السياسية والاقتصادية والامنية على الشرعية اذ اظهر اعضاء المجلس الرئاسي اتباعيتهم الكاملة للرياض وانسلاخهم عن اي التزامات تجاه شعبهم وافتقار مريع للمسئولية الوطنية وهو ما اثار حفيظة الشارع اذ خرجت مظاهرات في مأرب وتعز وغضب واسع في عدن والمحافظات الجنوبية وخيبة امل كبيرة في اوساط السكان في مناطق سيطرة الحثيح جميل اذا انتبعنا هذا التقرير ولمناقش هذا الموضوع نرحب مجددا بسيد ياسين التميمي ضيفي هنا في السوديو وسيد مأرب الورد الصحفي والكاتب الذي ينضم معنا مباشرة عبر ميت نبدأ معك سيد مأرب بداية قراءتك هل تم تراجع تأجيل هذا القرار خصوصا ونحن تابعنا اجتماع المجلس الرئاسي يوم الجمعة هل باعتقدك هناك ضغوطات على المجلس الرئاسي لكي يعلق هذا القرار؟ من دون شك بالتأكيد هناك ضغوطات يتعرض للمجلس الرئاسي من قبل السعودية تحديدا لأن السعودية هي مثل ما نعرفها التي تتحكم بشكل كبير ولم يكن بشكل كامل بالقرار اليمني وبالتالي حتى في ظل وجود هذا الضغوط السعودية كان يفترض على المجلس الرئاسي أن ينظر إلى الشارع اليمني أن ينظر إلى مصطحة الشارع اليمني أن ينظر إلى مصطحة المواطنين بالاقتصاد اليمني فقد كان البنك المركزي اليمني اتخذ الخطوات أو القرارات التي كان ينبغي عليها أن يتخذها منذ وقت مباكل منذ سنوات وكان بحاجة إلى دعم من الإرادة السياسية ولكن لا تزال للأتف الإرادة السياسية هي ضعيفة ومهزوزة وترضح أكثر للضغوطة الخارجية وبالتالي الذي حصل هو أن المجلس القيادة الرئاسية بقرارة تعليق تنفيذ قرارة البنك المركزي يعني خضر قيادة البنك المركزي وبالتالي أصاب الشارع اليمني بإحباط يعني خسر المجلس يعني سيد ماري بيسا هناك غموض من قبل الشرعية والمجلس الرئاسي ليس هناك تصريحي ربما مباشر غير غامض نفهم من خلاله أنه تم التراجع وحتى تعليق هذا القرار هناك فقط أنه هم ماضمون في هذا القرار وهناك شروط اقتصادية من قبل المجلس الرئاسي كيف فهمت ربما أنه كان هناك رضوخ للضغطات السعودية أو حتى من قبل المبعوث الأممي أولا من حيث المعلومات يعني أنا لدي معلومات مؤكد أن هذا الذي حصل أنه المجلس الرئاسي يعني خلافة ما كان عليها من وحدة القرار اتجاه دعم هذه القرارات الأيام الماضية في الاجتماع على أخير الذي حصل هو أنه تم الرضوخ لها وإذا ما نظرنا إلى السياق العام الذي جاءت فيه فقد سبقتها تهديدات من زعيم الحوثين للسعودية لأنه يعرف أنه عبد المكا حوثين لم يعد بحاجة إلى تخوض معارك عسكرية تجاه الأطراف اليمنية طالما أن التهديدات تجدي نفعا عندما يوجه بوصلتها بالتجاه سعودية وسعودية بدورها تضغط الحكومة اليمنية وبالمحصلات تؤدي إلى تحقيق استجابة للتهديد الحوثيين السياسة الشرعية بشكل عام وسياسة السعودية خلال السنوات الماضية كانت تتصم بالغمور والتناقض فمثلا الخطاب المعلن يدعي من جهة السعودية هنا مع وحدة اليمن ودعم الحكومة الشرعية وضد انقلاب الحوثي لكن في الوقت نرى موارسات مختلفة الحكومة الشرعية أو سلطة الشرعية بشكل عام وصولا للمسمى الحالي للمجلس الرئاسي نفس الكلام ففي الخبر الذي كان نشارته في فكالات الأنباء الرسمية كان يتحدث يوحي للرأي العام أنه المجلس لم يستجب حتى لدعوة المبعوث الأمامي وإنما طرح عليه شروط إذا ما استجاب لها المبعوث فإنه يمكن أن يشارك بأي حوار قادم لكن في الاجتماع فعلا تم تعليق القرارات وبالتالي هذه هي المشكلة المشكلة أن الحكومة لا تتسم بالشفافية جهة الرأي العام وليس هناك أي مسؤول يخاطب الرأي العام بما الذي حصل ولماذا أقدموا على هذه الخطوة ولماذا تم تعليقها وما ينبررات وما ينصالح وحتى الرأي العام نفسه هو يعرف ويفهم أن المجلس الرئاسي هو يستجيب لسعودية بشكل أو باخر وبالتالي البدد عن أن القرار اليمني مستقل القرار المجلس الرئاسي مستقل يعني يكون نوع من المبالغة ونوع من التمني بالواقع هذه هي الإشكالية الإشكالية أنه كان لدينا سلطة الرئيس عبد الرب منصر هادي الذي هو منتخب من الشعب بشكل توافقي وبالتالي كان طبب أنه مستمت شرعية من الناس كان إلى حد ما يرفض الابتزازات والضغوط عندما يتعلق الأمر بتهديد شرعية فقط أما هؤلاء الذين جاءوا بعده لأنهم مدينون بالذين عينوهم فهم يتنعون يعني من سيء إلى أسوأ سيد مأرب إذن ليس هناك شفافية وهناك أيضا غموض ربما إذا كان المجلس الرئاسي رضخ لهذه الضغوطات السعودية وقام بتأجيل أو ربما رفض هذه القرارات لا ندري ابقى معي سيد مأربة حول سيد ياسين التميمي هل أنت مع الفكرة في ظل هذا الغموض الآن وعدم التصريح الصريح من قبل المجلس الرئاسي والحكومة الشرعية بهذا القرار أنه تأمى تأجيله ربما تعليقه ما هي قراءتك من خلال هذه المؤشرات التي يعني الآن ممكن نقرأها خصوصا ما بعض أيضا يعني قياد حوثي تحدث بين السفير السعودي محمد الجابر أبلغهم بوقف هذه القرارات الاقتصادية بشأن البنوك أولا اسمحي لي أتوجه بالتحية الخاصة للزمير العزيز ماري بالورد الذي اشتقنا له كثيرا يعني على الصعيد الشخصي أكون له بالغ الاحترام والتقدير وهو من أصحاب المواقف المبدئية والرائعة نشكر دائما تواجده معنا في حديث المساء ويعني أنا في تقديري أنه الأمر أيضا ينظر إليه مزاوية أخرى هو الأخ العزيز ماري بالورد يقول إنه لديه معلومات وأنا أحترم ثقته في مصادره وفي الحقيقة كلنا نعاني من مشكلة الحصول على المعلومات هناك استهتار كبير من جانب السلطة الشرعية تجاه مواطنيها وتجاه الشعب الإيمان وتجاه حتى الشريحة التي تعمل في صف أو تلتقي مع هذه السلطة يعني هناك استهتار كبير وهناك حالة من عدم الاكتراث أحيانا تجد المعلومات لدى أشخاص رديئين جدا من المستويات المنحطة لا ندري لماذا يعني وزير الإعلام مثلا لا يحقد مؤتمر صحفي مثلا ويوضح للناس أو يكون هناك يعني ويدعو السحفيين ويقدم معلومات صحيحة يكون مصدرها صحيح المعلومات تصوري أنها مع الدباب الأكتروني مع الناس اللي لا قيمة لهم في الحياة يعني الناس الذين يجسدون أسوأ القيم في مجتمعنا لديهم فرصة الوصول إلى معلومات الذين يعملون في الصفة الوطن ويريدون أن يبنوا معلومة ومعرفة ويدلوا برأيهم بناء على معلومة صحيحة يواجهوا صعوبة في الحقيقة في الوصول إلى المعلومات لكن فيما يتعلق بقضية السعودية الحسين السلطة الشرعية يعني اليوم الشعب اليمني يتلقى معلومات بأن السعودية القوية على الشرعية ضعيفة أمام الحسين لكن دعونا نكونوا واقعيين ومنطقيين هناك معطية مغلل أخذها أولاً لماذا تضطر البنوك التي وقعت عليها العقوبات إلى غلق فروعها في المحافظة المحررة لو كان قرار السلطة الشرعية قد علق بالفعل لم اضطرت هذه البنوك لإغلاق فروعها في المحافظة هذا يعني أن القرار لا يزال سارياً كما يقول مجلس القيادة الرئاسي هذه القرنات تجعلني منطقياً أقبل بفكرة أنه ما من تراجع من جانب السلطة الشرعية وليس هناك أي ضغوطات ثانياً المملكة العربية السعودية لا يمكن أن تتخذ قرارات من جانب نحن الآن قرب أن السلطة الشرعية تتحكم بشكل مطلق في قرار مجلس القيادة الرئيسي وتؤثر عليه بشكل إذن لماذا لم توقف البنك المركزي عند حده وتمنعه من اتخاذ إجراءات أو على الأقل تقوم بإبطال هذه الإجراءات أو إذا كان محافظة البنك المركزي قد اتخذه هذه القرارات بأن على مسؤوليته الوطنية لماذا لم تمارس الضوط الكافية وتستدعيه إلى الرياض وتفرض عليه ضغوطات التراجع قبل أن يجتمع الحوثي ويرفع السبابة ويظهر بسببتك هل السعودية الآن بعد تهديثة الحوثية تعود لتمارس نفوضات قوي على صد الشرعية لتخضع هذا لا يمكن الحوثي ليس ربما هناك مفاوضات كسر عظم حالياً وربما تريد انتزاع استحقاقات معينة بالتفاوض الآن وخارطة الطريق الذي يتحدثون عنها هناك مفاوضات كسر عظم وأنا في تقديري أن مفاوضات مسقط لم يحصل فيها الحوثيين على ما أرادوا صحيح ولهذا رأينا المحسوبين على جماعة الحوثي خرجوا بتهديدات ومعلومات وأخبار إلى آخره ثم خرج زعيم الحوثيين ليوجه تهديدات الحوثيين هذا يعني أن هناك ألم هذا يعني أن هناك مشكلة يواجهها الحوثيون ويريدون حشر من الملكة العربية السعودية حتى لا يعتقد الشعب اليمني أنهم باتوا ضعفاء أمام قدرات السلطة الشرعية وأمام إرادتها فأرادوا تحويل المسألة باتجاه الملكة العربية السعودية وفي نفس الوقت المحافظة على الزخم ليظهروا أن الحوثيين يواجهون أن يقوم يقوم يقومون معركة ضد إسرائيل وضد أمريكا وضد القوى الشرع العالمية وضد القوى العربية السعودية إلى آخره لكن ينبغي على الشعب اليمني أن ندرك بأن الحوثي وهو يناور ضمن هذه المساحة الواسعة هو أسوأ طرف سياسي في اليمن وهو الطرف الذي أوصل اليمن إلى ما وصل إليه وهو الطرف الذي يلحق الأذى بالشعب اليمني وهو الطرف الذي لا علاقة له لا بالشرف ولا بالكرامة ولا بالوطنية ولا بالإسلام فأنا أقول أنه ليس هناك أي دليل منطقي على أن تؤكد أن الملكة العربية السعودية أولا تركت الأمر على أعواهنها ثم تأتي 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 السعودين ثم تعاود الضغط على السلطة الشرعية لا شك أن الظروف تغيرت الآن وأن حتى الحوثيين اليوم لو فكروا في استخدام الصواريخ ومهاجمة الملكة العربية السعودية العائد الذي كانوا يحصلون عليه من قبل التواطؤ الذي كانوا يحصلون عليه من قبل الضغوطات الدولية الصحافات ومنظمات المجتمع المدني الحكومات الغربية التي كانت دائما تظهر الحرب في اليمن على أنها عدوان سعودي على اليمن هذا الأمر لم يعد متاحا الآن بمعنى أن الحوثيين لن يصلوا إلى أهدافهم من خلال تهديد الملكة العربية السعودية أو التهديد بمعاودة قصر الملكة العربية السعودية ربما لو عادت الحرب إلى زخمها الحوثيون نتيجة تطورات الإقليمية والدولية لن يكونوا الطرف المدلل من قبل المجتمع الدولي جامل علما بأنهم لم يقطعوا الحبل بالكامل يعني حبل الحياة الذي يربطهم بالولايات المتحدة لم ينقطع ولكن أنا في تقديري أنهم لن يحصلوا على هذا السقف المفتوح الذي يحصلوا عليه خلال السنوات الماضية سيد ماريب سمعت حديث السيد ياسين ربما ليس هناك من مؤشرات منطقية من خلالها ربما نقرأ أن هناك ضغوطات مرسة على المجلس القيادة الرئاسي ليتراجع عن هذا القرار خصوصا ما حدث اليوم من إغلاق البنوك المفاجئة في كل من تعز ومأرب إذن هذه القرارات مازالت سارية وليس هناك أي ضغوطات وكما تروج أيضا هذه الميليشيا أن محمد الجابر يعني تواصل بأحد القيادات وأبلغا هذه القرارات تم تأجيلها أو حتى تعليقها تحية مجددا للأستاذ ياسين وأنا أبادل نفس المشاعر المحبة والتقدير أود أن أضيف فقط بخصوص لماذا أن فروع البنوك الستة حاولت اليوم أن تغلق أبوابها كان في آخر قرار البنك المركزي من عدن استثناء لهذا البنوك عندما صحبت تراخص عملها كان استثناء فروعها في المناطق المحررة بالاستمرار في فتح أبوابها للعمل حتى إشعار آخر وبالتالي هذا الموضوع كان مرتبط بالبنك أكثر مما هو مرتبط بأنه ليس هناك تراجع ولا لكن الذي حصل فعلا هو أن آخر اجتمع للمجلس القيادة الرئاسي أقر بتعليق الإجراءات حتى يعني سنبل طلب المبعوث الوم يعني أنا عندما أستدعي أنه فيه ضغوط على المجلس من قبل سعودية هو لا يعني أن هذا مبرر للمجلس القيادة الرئاسي أن يستجيب لا وأن لا يقاوم أو أن يكون لديه تحفظ أو نوع من المقايضة يعني هذا هو ليس مبرر بحسب بلديك سيد ماري بن معلومات هل قاوم المجلس الرئاسي هل ربما أيضا يعني من غير مقابل حتى وإن كان عدل عن هذا القرار أو حتى أجله أو حتى يعني علقه هل هناك أيضا يعني من ثبار معينة استحقاق معين ستحصل عليه الشرعية في آخر اجتماع حسب معلوماتي وهي من مصدر حكومي يعني أنا أثق في مصداقيته كان فيه اعتراض من جانب عوض واحد والاعتراض فيه تقديري لا علاقة لها بأنه حرمان الحوثيين من مواردهم بقدر ما يريد أنه انتزاع أو سحب كل مؤسسات الدولة من صلعة إلى عدن في إطار مشروعها الانفصالية الضيق يعني الموضوع لا علاقة له بالبعد الوطني أو الوطني الذي الناس يطلعون إليه فهذا هو الذي حصل نحن نتذكر أنه في آخر اجتماع في نهاية شهر يونيو كان تقريبا جميع أعضاء المجلس قالوا أنه لا يمكن أن نتراجع حتى لو يعني لو حصل ما ما حصل من ضغوطة ومع ذلك حصل هذا التراجع في الاجتماع إذن حصل تراجع دون ثمن سيد مارب دون ثمن بالنسبة للسعودية يعني البعض قد يقول إذا كانت السعودية هي التي ضغطت لماذا؟ كيف تصرف البنك المركزي بهذا القرارات والتي توحي أنه يتمتع باستقلالية وهذا صحيح لكن الدافع التوقيت طبعا القرارات من صلحات وطنية وقتاضية يمنية لا شك في ذلك وقد أخرت لكن التوقيت بالنظر للعلاقة التي شابها التوتر بين الحوثين والسعودية فهذا الذي عزز الاقتمارات أن السعودية هي التي أوعزت للحكومة بإعاز بإدخال هذه القرارات للضغط اقتصادياً عن الحوثين لإعادتهم إلى التفاوض يعني في مسقط لأنه كان سبق جروة التفاوض لهاب وفد سعودي يعني أو مثلين عن السعودي هلا صنعة بهدف التأكد من من بقاء الأسراء أحياء وتحديداً منهم اثنين طيارين تم أسرهم من جبل الحوثين في الجو فعندما تأكد الوفد السعودي أنهم لا يزال على قيد الحياة الحياة السعودية هي التي رتبت للاجتماع مسقط خصوص الأسراء وبالتالي نحن نعرف أنه ما الذي حصل فيه فبالتالي هي هذا الإشكالية أن السعودية تستخدم ورقة الشرعية لتحقيق أهدافها على الرغم أنه في بعض الأحيان يحصل تقاطع مثل التقاطع الفعالي تقاطع المصلحة بين قرارات البنك المركزي الأخيرة والتي هي بالطبع مسلحة يمنية لكن كان قيادة البنك بحاجة إلى دعم الإرادة السياسية من أجل المضي قدما لأن التراجع لا يتعلق فقط فقدان يعني ثقة المواطن في البنك المركزي وإنما سيؤدي إلى حرمان الشرعية من مواردها وسيعزز سلطة الحوثي ويعطيه انطبعاً التهديدات التجديد نفحاً مع أنه لم يعد يتمتع بتلك القوة وأنا أتفق مع مطرحات السياسين أن حشودها الشعبية هي مجرد يعطى وهم أنه لا يزال يتمتع بالقوة وهي تحديداً موجهة للأطراف المحلية وإلا الحوثيين لو كانوا فعلاً أقويها مثل ما كان في الماضي أو السنوات الماضية لكنا رأينا تصعيد العسكري في الجبهات لأنه هذا خيارهم الوحيدة الذي كانوا يلجون إليه في كل مرة وأما بالنسبة للتصعيد تجاه السعودية فأعتقد أنه لم يعد متاحاً سواء عن طريقة الطائرة المسيرة أو السفاريخ ربما بسبب تقبيع العلاقات تقبيع العلاقات بين الرياض وطهران الذي كبّل الحوثيين فلم يعد أمامهم إلا التصعيد الكلامي والتهديد والوحيد إذا سيد ماربا تترى كل ما يحدث حالياً تتحكم به السعودية والسعودية هي تتحكم بتستخدم ورقة الشرعية الآن لتحقيق أغراضها ربما ولكي تتفاوض مع الميليشيا أشكر توجدك معنا الصحفي والكاتب المعروفة سيد مارب الورد كنت معنا عبر ميت وقت انتهى سيد ياسين هل تعتقد أنه فعلاً الشرعية السعودية هي من تتحكم بكل ما يجري وهي قمت بإعاز منها هذه القرارات لكي تفاوض الميليشيا وتخرج باستحققات معينة؟ ليس فقط بإعاز منها وإنما الشرط الإقليمي والدولي هو الذي سمح وشجع السلط الشرعية لاتخذ هذه القرارات التي كانت تعجز عن اتخاذها فيما مضى في وقت سابق ليس هنا نقاش حول بصاية المملكة العربية السعودية على المجلس الرئاسي هذا المسألة ليس فيها أي نقاش لكن أنا لكن ليس خدمة لربما للشعب اليمني لتحقيق مصالح المملكة العربية السعودية أقصد لماذا هذا العبث من الأساس؟ لماذا تتخذ قرارات ثم تبطر هذه القرارات؟ خصوصاً بعد أن تترقى السعودية تهديد من الحوثيين هنا في منح عبثي لا أستطيع فهمه ربما المملكة العربية السعودية فيما يتعلق بمسار المفاوضات حول الأسرة لو كان يعز المملكة العربية السعودية للشرعية لاتخذ قرارات لصالح العوثيين كنا رأينا ذلك يترجم على صعيد تبادل تبادل الأسرة لكن لا تبادل الأسرة تم ولا أي شيء من هذا تم ولهذا يبقى الأمر أسير المعلومات الصحيحة التي تحجبها الصوت الشرعية للأسف نتوقفون سيد ياسين وأشكر توجدك معنا الكاتب والمحلس ياسين المعروف سيد ياسين التميمي شكراً جزيلاً لتوجدك معنا وكل شك للدكتور محمد قحتان أستاذ الاقتصاد بجامعة تعز وكذلك للصحفي والكاتب المعروف سيد مأرب الورد بإذن نصل إلى ختم هذه الحلقة من حديث المساء ألقاكم على خير ترجمة نانسي قنقر